نعمة الطعام قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مشكينا ويتيما وأشيرا جاءت الشريعة الإسلامية لتحث المسلم على احترام النعم وشكر المنن التي أكرمنا بها الله سبحانه وتعالى والطعام من أعظم هذه النعم التي تستوجب عبادة الشكر وبالشكر تدوم النعم قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقد جعل الله الطعام وسيلة نقيم بها أودنا وتغدو طاعة بالنية الصادقة يؤجر عليها المسلم إن هو نوى بأكله تقوية بدنه على طاعة الله كما حث الشرع القويم على البذل والعطاء بإطعام الآخرين سواء أكان أهل بيت الرجل أم ضيوفه أو بسد رمق ملهوف جائع أو فقير قانع وهو في دعوته هذه ينتهج منهجه الوسطية في التحذير من مجاوزة الحد في الطعام حتى لا يتحول إلى إسراف مذموم كما هو الحال في مواسم الإفطار الرمضانية وولائم الأعراس حيث تحصل المبالغة ويكون الهدر الذي ينم عن عدم تقدير للنعمة بل جحود لها وتضيع لحقوق فقراء ومساكين قد أعياهم العوز قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اشتركوا في القناة